موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها أيضا وللمرة الأخرى عن محاكمة دوفيق طرطاق حنون والسعيد متفلقا هذه المحاكمة بل هذه القضية أصلا التي أثارت الجدل الكبير منذ بدايتها فأن يتم توقيف والزج في السجن العسكري بجنرالين واحد اسمه توفيق كان قائد ومسؤول للمخابرات أو الرجل الأول في المخابرات الجزائرية على مدار ربع قرن ووصف بكثير من الأوصاف طرطاق أيضا جنرال سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العز بوتفليقة ومستشاره وكان الرجل القوي على مدار عهدتين من حكم بوتفليقة بل أنه كان الحاكم الفعلي الوزحنون تبقى دائما إمرأة سياسية دائما تثير الجدل من خلال حزبها المعروف حزب العماء التي تتزعمه منذ أكثر من ربع قرن أيضا نحو ثلاثين عام الأمر تحدثنا فيه وما تدعيت ولكن هناك نقاط كثيرة عندما اطلعت على محتوى التصريحات التي أدل بها السعيد ومدين وترطاق وحنون أحسست بأنه كأن هؤلاء يحاكمون في ملف جديد ليس الملف الأول الذي صدر فيه حكم في سبتمبر 2019 وبعد ذلك بعد استئناف تم صدور حكم ثاني في فيفري 2020 والمحاكمة نذكر في ذلك الوقت يعني بقيت يومين لكن هذه المحاكمة انطلقت مدتها كلها أهم يقولوا في الإعلام أربع ساعات وهناك مصادر تحكي أن مدة المحاكمة في حد ذاتها لم تتجاوز ساعة ونصف ولكن أربع ساعات منذ وصله وكذا 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 وكثير من الأمور بلا أدنى شك أن القضاء العسكري يختلف عن القضاء المدني وهؤلاء توبعوا بملف في القضاء العسكري والقضاء العسكري لم يعد الآن أصلا يعتمد عليه في كثير من الدول لأنه ليس قضاء أصلا بلا أدنى شك مثل ما تعتبر الجوقة الحرص الجمهوري كما قال أحدهم أنها ليست موسيقى ولا يمكن أنه من يعزف الحرص الجمهوري للجوقة نعتبره فنان فكذلك القضاء العسكري لا يختلف عن هذا هو قضاء يخص العسكريين فقد قد يخضع للأوامر ويخضع لكثير من الأمور وأنا المحكمة هذه العسكرية تعالي بوليدا شارعت فيها ثلاث مرات للمرات الثلاث وحتى السجن العسكري تبع البوليدا قضيت فيه نصف سنة أعرف دهاليزو وأعرف القضاء العسكري كيف يسير المرة يسير مش بالتليفون فقط بالأوامر إذن إخواني هنا وجدت بعض النقاط التي توحك أنه إما الملف أفرغ من محتوى أو أن هناك أشياء تم إخفاءها من الملف نهائيا وحوكموا من ملف فارغ أو أن المحاكمتين الأولى والثانية كانت عبارة عن مصرحية من ملف فارغ لأنه لا يعقل أنه لسمعناه الكلام هذا يؤدي له حكم 15 سنة سجن نافي فارغ شيء الذي صرحوا به الأسئلة التي طرحت من طرف القاضي على المتهمين فارغ كأنها كرنفال وأنا قلت ووصفتها بأنها مصرحية فقط عبارة عن مصرحية ولكن لنتحدث عن الأمر بحيادية مطلقة النقطة الأولى يجب أن نؤكد على أمرها أن هؤلاء متهمين ومن حقهم استعمال كل الوسائل القانونية من أجل أن يتحصلوا على البراء ومن حقهم هذا كفل لهم القوانين الدولية وكفلت لهم القوانين الجزائرية وهذا الشيء هذا لا نعلق عليه وأن المتهم عندما يحاول يبرز نفسه في وضعية مثالية وأنه بريء كذا كذا هذا من حقه أيضا ولكن لاحظت أن النيابة لم ترافع بل أنها طلبت بتطبيق القانون وأنا بصفتي أعرف القضاء الجزائري جيدا عندما النيابة تطالب بتطبيق القانون معناها البراء البراءة النيابة عندما يكون عندها ملف قوي تترافع ضد هؤلاء الأشخاص لا مرافع ولا شيء يعني لما نسمع ما قالت النيابة ممثل النيابة في مرافعته ذكر بمسار القضية قال بأن هذه القضية عرضت على المحكمة ومرت على قضي التحقيق وحكم فيها في سبتمبر 2019 وها هي صدرت الأحكام وتم الاستئناف ويعيد الحكم فيها في فيفري 2020 هذا تذكير بمسار القضية وثم قال سيادة الرئيس لأذكركم بدلائل وقرائن وما تم التوصل إليه من قناعة الجلسة لكنني من هذا المنبر أدعو سيادتكم وهيئة المجلس للنظر من روح القانون والتطبيق الصحيح للقانون من حيث الإدانة أو غيرها أطالب بتطبيق القانون وصحيحه تبقى للمادة 307 من الإجراءات الجزائية ولكم في ذلك واسع النظر النيابة أصلة تطلو البراءة بطريقة النيابة أصلة النيابة هي تمثل إدعاء العام النيابة تدافع عن محتوى الملف الذي فيه التهم الموجهة إلى هذه الأشخاص لا شيء الأسئلة التي طرحت أيضا محتوها فارغ أمر آخر أنه لم يستدعى الشهود نذكر مثلا طيب بالعيز الذي كان وزير عدة مرات وكان آخر منصب تولاه هو رئيس المجلس الدستوري وكان من قبل أيضا رئيس المجلس الدستوري يعني تولى رئيس المجلس الدستوري مرتين وكان من بين البقات اللي طالب الحراك الشعبي بسقوط وقدم استقالته تم استدعائه من قبل كشاهد في القضية تم سماعه في ماي 2019 وأستدعي في المحاكمة الأولى في سبتمبر 2019 المحاكمة الثانية حسب معلوماتي أنه لم يتم استدعائه ترى لماذا لم يستدعى في هذه المحاكمة أيضا من المفروض شاهد في القضية أمر آخر لم يتم ذكر خالد نزار في الأسئلة والطرح ولم يتم ذكر أصل رغم أنه خالد نزار صدر بحقه أمر بالقبض نعم أمر بالقبض الدولي في أوت 2019 نعم خالد نزار صدر بحقه أمر بالقبض الدولي في 2019 المحاكمة المحاكمة تبقى هؤلاء الأشخاص وجهت لهم اتهامات تبقى لمواد وهذه المواد يتم استنتاجها من خلال المعطيات الموجودة في الملف لديهم المواد ماذا تقول ما هي المواد التي تمت ملاحقته هي المواد 77 و 78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون قضاء العسكر المادة 77 على ماذا تنص من القربة يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني ترى ما هي الأدلة التي توفرت في ملف هؤلاء المتهمين حتى جعلت القضاء العسكري يوجه لهم اتهامات بناء على هذه المادة الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره معناها الجماعة حسب المحتوى على ما مر في المحاكمة أن الجماعة اطلاقوا في فيلا في فيلا تابع الرئاسة حلقوا شوي ساعة واربع هكذا وغادروا إلى بيوتهم صفة عادية ولا شيء حدث ولم يتآمروا ولم يخططوا إلى سقاط القيد صالح بل أنهم سئلوا حتى على قضية القيد صالح قالوا لم ترد هذه أصلا عجيب نروح للمادة وأيضا في نفس المادة يعتبر في حكم إعدام تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذي أما المادة ثمية وسبعين تقول المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة سبعة وسبعين يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدأ في ارتكابه للإعداد لتنفيذي إذا ترى لماذا خططت هذه المجماعة حتى تكون هذه المادة ثمانية وسبعين إن هي المعتمدة والتي تم توجيه الاتهامات إليها هل حذروا إلى اعتداء معين هل حذروا إلى تخطيط معين لا أعتقد أن جماعة يجلسوا ومعاهم رئيسة حزب سياسي ويتحدثوا فقط في مستقبل البلاد والتحذير إلى ما بعد استقالة رئيس الجمهورية أنذاك عبد العزيز بوتفليقة وتوجه لهم اتهامات في ضمن في إطار المادة سبع وسبعين وثمانية وسبعين أمر آخر أمر آخر وقالت هذه المادة كل من يعرض تدبير مؤامرة يعرض التوصل ارتكابا لجمع المادة سبع وسبعين دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنة وبغرامة من ثلاث إلى سبعين ألف دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشارع إليها في المادة 14 من هذا القانون أما المادة 284 من القانون القضاء العسكري فتنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائدة تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيل العسكري أو السفينة البحرية أو الطائرة ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرثين على ارتكاب تلك المؤامرة إذن هذه المادة توحي بأن الجماعة هذه اجتمعت وخططت على إسقاط القيد صالح إذن لماذا كل هذه الاتهامات اختفت فجأة هل الملف الذي عرض في هذه المحاكمة هو ليس الملف الأول هل تم سحب أشياء منه هؤلاء الأشخاص قبل ما يمتثلوا أمام المحكمة كانوا لدى مصالح الأمن وتم الاستماع إليهم وشفنا صور نشرت لهم نشرت تم تصويرهم من بعيد وأيضا توجد حتى تسجيلات لبعض الجلسات يعني كل شيء يختفي فجأة وتظهر كأن حوار صحف بين قاضي ومسؤولين حاورهم وهذه الأشياء وانتهى الأمر غريبة أمر آخر مهم أن الجنرال توفيق تحدث في سبتمبر 2019 على أنه موجود في السجن وفي المحاكمة بسبب الفساد بسبب أنه فتح من الفات سوناتراك والطريق السيار شرق غرب في سبتمبر 2019 تحدث في المحاكمة الأولى تحدث الجنرال توفيق على أنه يعني معناها أنه تعرض إلى مؤامرة بسبب فتح ملفات الفساد أين هذا الكلام في هذه المحاكمة الآن لا شيء الجنرال ترطاج أشار إشارة بدون أن يسميه ذكر بأن القضية كلها مفبركة من طرف شخص واحد وكان يقصد الفريق الراحل أحمد قيسر هذا الكلام لم يرد من قبل كما نذكر أنه في المحاكمة السابقة لم يحذر ترطاج المحاكمة ولا ذكر أصلا هذا الكلام من قبل فترى لماذا الآن هذه القوة وهذه الشجاعة أن يتهم أن هذا الملف كله مفبرك من طرف القياد صالح معناها كعاد القياد صالح خلاص مات ولم يعد في السلطة إذن ما ليست له هناك بل أنه لو كان لديه يقين على أن القيادة الحالية تتماهى مع القيادة مع القيادة صالح من قبل والله ما قال هذا الكلام ومستحيل يتجرأ بل ترطاج ذهب أبعد من ذلك تحدث على أن المؤامرة انطلقت من ثكنة عسكرية في الناحية الرابعة وكان الشيء الذي أشار له ترطاج هو زيارة هي زيارة القيادة صالح إلى الناحية العسكرية الرابعة وكان ذلك في شهر مارس 2019 حيث ألقى خطابا أنذاك وتحدث فيه بتطبيق المادة ميو الثنين على الرئيس بوتفل وفي هذا السياق قطاعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجب للمطالب المشروعة بالشعب الجزائري وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرار رئيسية الدولة حل من شان تحقيق توابق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته مئة وثنين وقد تم ذكر القيد صالح مرة وأخرى إشارات ومرتين أشاروا إليه فقط القاضي سأل وذكر الاجتماع درس مؤامرة إقالة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وتعويضه وإحالة حالة الطوارئ هذه تم الإشار إليه بمنصبه توفيق رد لم نتكلم عليها خلاص فيما يخص إقالة قائد الأركان لم تكن واردة أبدا وذكرت أيضا لويزا حنون وذكرت أيضا لويزا حنون عندما ذكرت أنها التقت مع الفريق أحمد قيد صالح عندما تشاهد هذا التقرير الذي كتب حول محتوى المحاكمة تحس بأنها محاكمة فارغة جدا وأنا شخصيا عندما تققى هذا حكم هم البراء تورا كيفاش بالأمس حكمت لهم مرتين 15 سنة هل هذا نفس الملف إذا كان هذا نفس الملف اللي كان في فيفري وكان في 2020 وفي سبتمبر 2019 معناها هذه مش محكمة هذه لا مصدقية لها في الأحكام الأولى ولا حتى هذا الحكم لا مصدقية وإذا كان الملف سابقا كان وحد آخر أين إذن اختفى الملف أين الأدلة التي كانت ضمن الملف لا يمكن أبدا قضائيا حتى لو كان قضاء متحت أوامر وأشياء من هذا القبيل ولكن دائما الملفات فيها أشياء دائما على الأقل بعض الأدلة ولا يوجد دليل إذا كانت هذه القضية معناها فيه هذا هذا حكم جائر وهذا وشفنا كيفاش احتفوا بالتلفزيون عمل تقرير ناري حولها والصحافة كتبت وهذه بعض النماذج على العنوين لصدرة الصحف أنذاك وهي تتحدث عن العصابة وسجنها وما إلى هذا القبيل فضلا عن التقرير الصحفية والتصريحات النارية التي تصدر من هذا وذاك إذا كان هذا الملف فارغ هذا ما عندهم الحق الآن يتابعوا الجيش يتابعوا المؤسسة العسكرية من أجل رد الاعتبار وقد أشارت الويزة حنون إلى رد الاعتبار الملفت للانتباه هو السعيد بوتفليقة دائما السعيد بوتفليقة يثير الجدل هذه المرة المرة الماضية رفض يتكلم وفي سبتمبر ادخل وقال كلمتين أو ثلاثة وطلب استئذان وغادر نعم غادر المحكمة طلب منهم أن يسمحوا له بالمغادرة ولكن القاضي قالوا أنا ذاك بأنه سيكون حكم حضوري وافقوا هذه المرة أشار في كل مرة يتحدث يقول لهم الرئيس عبد العزي بوتفليق قره موجود استدعوه لماذا يلح السعيد بوتفليق على استعدعاه شقيقي للمحاكمة لا أظن أنه يقصد بهدلته ما أخوها تلقى الخاوة كيتسجن دائما يدافع على أخوه الأخر ومنحبوش يجيبوه للمحكمة بل كفاه رئيس جمهورية سابق يجيبوه للمحكمة رح تعتبر إهانة كبيرة وهو مريض عاجز وكذا وكذا دائما حتى لو كان هما يطلبوا بشي يجيبوه هو يحاوله بر لكن هو العكس والقضاء لم يتحرك أبدا ورح يروح للقضاء المدني هو رايح في قضايا القضاء المدني رايح نفس الشيء رح يزيد يطلبه وما يجيبوه هل هو يريد إحراج القضاء لأنه يدرك تماما أنه لم يستدعى بل أنه في هذه المحاكمة كشف معلومة أن عبد العزيز بوتفليقة تحت الإقامة جبرية هو وعائلته هل هو تقدير شخصي لأنه السيد موجود في مكان عنده حراسة ما يتحرك شو ما يروح شو هو عاجل صحين وكذا وكذا أراد فقط بها استفجاز الطرف الآخر أو أنه هناك حقائق معلومات وعلامات استفهام في القضية كله بل أنه تحدث بأنه الاتهامات التي وجهت إليه بخصوص أنه أنه هيما على السلطة وأنه كذا وكذا وكذا كلها كلام فارغ وأنه أخوه هو اللي كان يحكم وتستطيعوا تستدعوه لتسألوه أمر آخر أنه ذكر أيضا أنه ترجعهم أن يعفوه من الأسئلة لأنه لا يريد أن يحرج أحدا ترى ما هي الأشياء التي في جعبته وربما سيفجرها سيفجرها الإحراج ضد من سيكون هل سيكون ضد القيد صالح القيد صالح همات إذن ضد من ضد جهات موجودة في السلطة الآن ربما ضد الرئيس تبون ضد بعض الأطراف وأكيد الرئيس تبون هو أكبر واحد وأقرب واحد كان قريب من بوتفليقة وبوتفليقة أصلا اللي كان جابه من التقاعد كان في أدرار يمارس في الفلاحة رجعوا يجابوا تلفقه رئيس جمهورية جابوا مجددا وكان صديقه ولم ينزل هناك لأحد الزوايا دائما كان في استقبال وكان مقرب من العائلة ترى هل خاف يحرج هذا الرئيس أو شيء من هذا القبيل تبقى دائما علامات استفهام مفتوحة وأنا أعتقد بأن سعيد بوتفليقة لا يريد إحراج تبون وإصراره على استدعاء شقيقه في كل مرة هو يدرك دائما أنه لو تتجرى السلطات القضائية وجيب عبد العزيز بوتفليقة سيفجر ملفات خطيرة يرى ضد كل صناع القرار الآن وفي مقدمتهم الرئيس تبون وهذا الذي جعل القضاء لا يريد أبدا جلب عبد العزيز بوتفليقة إلى المحاكمة إذن إخواني الكرام هذه النقاط التي صارت واضحة أنا فيما يبدو أن الملف ليس نفس الملف هذه المعطيات لأنه في الحالتين أن القضاء يدين نفسه إذا كان في الأول حكم لهم بناء على هذا الملف حكم لهم 15-20 سنة فهي إدانة للقضاء يجب أن يفتح تحقيق تحقيق قضاء على هذه التجاوزات القضائية وإذا كان الملف تغير من قام بتغيير الملف ولا أعتقد البعض لا يقول بأن القيد صالح قدمه مكذف أوامر بدون ملف لا أعتقد أن تصل هذه الأمور إلى هذه الدرجة هل هناك من دارها بالقيد صالح خاصة أنه توجد معلومات تتحدث أن أكثر الناس الذين كانوا مقربين من القيد صالح هو السعيد شنقريحة وحضر كل الإجتماعات التي حدثت وكان دائما ضمن هذا عطار الخلية التي كانت تقود تلك المرحلة كان يشير على القيد صالح في كثير المهم بل كان من المحرضين على هذه القضية تحديدا توفيقوا جماعة أو يقولوا دائما يجب الضرب بيد من حديد بل حنحته وجاه الحراك الشعبي كان ينقلوا صورة حول ما يحدث واللافتات التي ترفع ضد القيد صالح وطالبه عدة مرات أنه بضرورة تدخل وإيقاف هذا الأمر وكان القيد صالح دائما يقول هؤلاء مثل أولادي وخليهم يعبروا على ما يريدون وكما شاهدنا أنه رغم اللافتات التي رفعت ورغم ما قيل في الأراك الشعبي والمسيرات والتظاهرات ولم يتدخل ولا يوم ضد أشياء سوى ما حدث ضد ما تسمى الراية الأمازيغية وهذا أشياء آخر أما ما يتعلق به هو شخصيا لم يتدخل يوما بأي شيء ضد الحركيين لأنهم انتقدوه أو حملوا لافتات ضد ترى هل يستطيعوا الآن حمل لافتات ضد شنغريح كانوا يقولون بأن الشعب والمظاهرات والحرك الشعبي هو اللي حرر المؤسسة العسكرية هو الذي زج ببوتفليقة سعيد وترطاق وهؤلاء هو اللي زج بهم في السجن هاهم خرجوا من السجن روحوا تظاهروا ورجعوهم إلى السجون مرة أخرى حرروا الآن الجيش اللي هو تحول في قبضة أخرى تتجه اتجاه آخر يتنافى مع ما يريده الحراك الشعبي هروحوا حرروا أنا دائما أؤكد لكم أمر هام أن ما حدث في 2019 فيه أخطاء هناك أخطاء من الطرف من طرف الجيش هناك أخطاء من طرف الحراك الشعبي هناك أخطاء من طرف الطبقة السياسية وهناك أخطاء متبادلة الذين يفكرون يريدون الآن تحميل كل طرف أخطاء أنتم تخدمون العصر الغريب أنه هذه الأيام خاصة منذ خروج توفيق بدل أن يحملوا المسؤولية مثلا الشنقريحة تركوا الشنقريحة ويتحدثوا على القيد صالح أو للقيد صالح كذا وكذا لو سلم السلطة لشعبه قال لكم تعالوا إلى صناديق الاقتراح روحوا ترشحوا ما لم تترشحوا تقولوا له يروحوا وقعوا ويسلموا للسلطة وبعد ذلك نشوفه واش ندير قلت لكم في ذلك الوقت لا هو ما هو منطق هذا لنفرض جدلا أنه في ذلك الوقت رحتوا ودخلتوا الانتخابات ودرتوا رئيس وما تلقاين صالح وجاء شنقريحة وراح يدير له كما دير لتبون دير لتبون ها يوز كل رح يضمن لكم بأنكم يعني تكون عندك سلطة من الشعب الشعب تكون عندك واش رح يدير الشعب لو الجيش يروح الرئيس اللي ينتخبوا الحراك الشعبي ويروح يحكم السلطة ويقوله الجيش لا ويروح يهزوا حتى للحبس واش رح تديره رح تخرجوا تظهره ها هو الجيش الجيش الآن خرج لكم توفيق وكذا 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 وما زالوا يخرجوا أخرين وجاء مفاجآت لا أريد أن أتحدث عليها حتى ما تقول وراه ضرب في خط رمل ولا أي شي لن أتحدث عنه ولكن جاية مفاجآت لا تخطر على بالكم بعد هذا المسار الجديد أخي بعد انتخابات الرئاسية خرج ربراب بعد انتخابات الدستور هاو خرج لكم توفيق وبعد انتخابات البرلمان والمجالس ما درينا شو كل راح يخرج خلوها خلوها علامة استفهام كي جي وقتها تتحدث عليها ها يا روح بدل أن الآن أنتو قدروا الحراكي الشعبي في تلك المرحلة ارتكبوا أخطاء جسيمة لما حولوا المعركة مع القايد صالح أخطوا القايد صالح كانت عنده أيضا أخطاء في تقدير الكثير من الأمور كانت أخطاء متبادلة ولكن الرجل في ذلك الوقت تعهد بألا تسير قطرة دم واحد وهو تعهد من مؤسسة عسكرية إلى متظاهرين يرفعون لافتات حتى ضد الجيش وضد القايد صالح راهوا تعهد كبير ما كانش واحد دراكين الناس ما تصبرش على واحد ينتقدها في الفيسبوك خلي يا واحد في يد السلطة والناس تدير جمعات ضد القايد صالح وقالوا فيه ما يندله الجميع ورغم ذلك لم يتدخل أي إجراء إذن هناك أخطاء حدثت جسيمة الآن هذه الأخطاء أدت إلى هذا المسار إلى عودة عودة نفوذ الدولة العميق عودتها وربما يصل اليوم لما تقرأ رسالة سعيد بوتفليقة تشعر بأنه قريبا يعتللوا البوتفليقة ويقلدوه ربما ويسام صدر أو شيء من هذا القبيل هذا اللي يبقى بدل أنه الآن الناس تتفق على خطة جديدة من أجل أن يستعيد الشعب الجزائري إرادته وكذا كذا في إطار مخطط أو خريطة طريق وخريطة هملا أنت يا بوصبع نزرق وش درت بنا كأنه هذا اللي راح فوته في 12 ديسمبر هو اللي خرج معناها لو كان ما راحش الفوت وش راح يدير هاي كان ما راحش الفوت خلي لكم عبدالقادر في الصالح وراح دار لكم القيد الصالح مجلس رئاسي ودار لكم رئيس واحد أخر ومات القيد صالح وجدت هذه المجموعة درت واش راح تديره ما هو منطقي هذا الكلام اللي تحدث به يا ناس والله ليس له علاقة بالمنطق ولا بأي شيء بدل أنه تقضي الوقت أنت تنتقد وتحاول تظهر تحاول تظهر أنها كانت عندك مصدقية كبيرة وأن الحرك الشعبي قال رهم هؤلاء يخرجوا أنتم أكثر من ساهمة في تقليل من صدمة خروجت فيك وربما يوما ما خارج ترتاق حتى ترتاق رهم ينهولوا القضية انتعوا هذي ورح يخرج واذكروا كلامي جيد ورهم يطول كثيرا وما زالوا يخرجوا ناس خرين حولتها أنا قللت من صدمة منذ دخل هبتهم الحبس تم توقيفهم قلتوا مسرحية أداهم للحبس وصوروهم بالتلفزيون قلتوا فقط رهي مسرحية ورهم يخرجوا رحين يخرجوا رهم صايي وكذا 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 وكل واحد يقول رهم خارجين تلقاه قاعد يطلب يا ربي يا ربي يخرجوا صح باش نظهر أنا عندي مزدقية قللتم الصدمة لما خرجوا لم تشكل صدمة كبرى لدى الجزائريين لأنه يوميا هو يسمع في شبكات التواصل الاجتماعي رهم خارجين رهم روحين رهي مسرحية كذا 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 الآن لما خرجوا هيا روحوا انتم خرجوا الجزائريين مجددا إلى الشارع بسبب الإطلاق صراحة تفيقوا هجمع لن يخرجوا لكم لأن الصدمة تم امتصاصها ركم ميعتوا هذا الأمر بهذا الخطاب وذركا ركم ديته تحكو على خروج ويحيا خروج ويحيا وذركا وربما خروج سلال ويبدو يحكو يحكو عليها غدوة يخرج ويحيا ويمكن يولي وزير أول تولي لهم كأنها عادية خلاص اسمعها وهذه في الجانب النفسي لديها تأثير سلبي ما يحسبونوش هؤلاء الناس إذن الآن عمر آخر ما يجب أن نبالغ ما يجب أن نبالغ كأنه خرج توفيق وراهي خلاص عادة العصابة للحكم وكذا وكذا لا هناك نظام جديد تشكل وجد ناس خريم ولكن تتماهى مع العصابة الأولى خليها نسميها حتى هذه العصابة لأنها ماشية ماشية بمنطقة الدولة ماشية بمنطقة العصابة ولكن عصابة جديدة إذا تستعين بالعصابة القديمة اللي فيها منافع كثيرة من أجل استمرار الحكم لأنها لم تسقط العصابة القديمة كلها تم استهداف فلولها راح القايد صالح راح القايد صالح أكل فلول هذوك عاودوا تشكلوا كذا وكذا ورجعوا من جديد العصابة اللي قايمة الآن ها نحطها لبين قوسين كلمة العصابة تحتاج إلى واحد مثل توفيق نعم وتحتاجت إلى واحد مثل نزار رجعاته بعدما كان عليها أمر القبض الدولي يعني يعني غريبة وعجيبة ما هو هذا هو منطق ما لا يجب أن نبالغ في هذا الحد وأن نخلاته وأنا دائما قلت لكم أنه توفيق عمره ما كان محور توفيق دائما في خدمة في خدمة جهات كان من قابل في خدمة الشهد وبعد كل رئيس يجي كان في خدمة وكان في خدمة الضباط فرنسا العلبة السوداء وبعد ذلك كان في خدمة العصابة وما زال الآن يقدم خدماته آتوا ويسحقوا يستبون راه خارج ومستعد يخدموا أما أن يكون هو محور قيادي ويقود ويفرض وكذا وكذا هذا كلام فارغ هذا كلام للاستهلاك الإعلامي آمي أكثر من دالته دالته المعارضة اللي يتعارض في توفيق بحد ذاته وهذا مش اندفاع عليه هذه حقيقته ولكن الدولة العميقة إيقى بأجهزتها الاستخباراتية ونفوذها المالي خطيرة وشارسة شارسة روحوا الآن أخرجوا للشارع حتشوفوا رد الفعل حتشوفوا رد الفحل وتعرفوا قيمة قيمة القيد صالح لما كان قائد الأركاب الآن هو مضى إلى ربه نحن كنقولوا هذا هذا بعض الناس يقول لك أنت تحكي على القيد صالح أو عنده أخطاء أنا أكثر من أكثر الناس اللي انتقدوه يا جماعة ما جيت زايد علي روح بكتب أنور مالك قالك القيد صالح يطلعوا الكبيرات فيديو في فيديو فيديوهات ومقلات وكذا وكذا كنت انتقد فيه أنا انتقدت حتى عشية استقالة بوتفليقة طلعت في حوار تلفزيون انتقدت في ذلك الوقت أنا ما هي مانيش ما هي مانيش نقدس فيه الله يرحمه مضى إلى ربه لكن في الفطرة الأخيرة دار أشياء أشياء للأسف الشديد المعارضة كانت غبية جدا وسقطت فيه فخ العصابة وما زالت تسقط الآن بدل أنها تنتقد شنقريحة الذي انقلب على المصار برمته راه تحكي على القيد صالح وتسب في القيد صالح ما هيش منطق القيد صالح خراس مات راح انت الآن إذا أردت التغيير في الجزائر أو قدامك تبون وشنقريحة هذو هما اللي تعرضهم الآن أما إذا كان باقين يتصفيلي في حسابات مع القيد صالح رايك رايح تخدم هذه العصابة وراح تمضي بعيد بل مختصر المفيد إخواني الكرام ما حدث في البوليدة هو كرنفال حقيقي ليس له علاقة بالقانون ولا علاقة له بالمحاكمات العادلة بل مجرد كرنفال يضاف إلى العديد من الكرنفالات التي تحدث في القضاء الجزائري للأسف الشديد لأننا للأسف نمتلك قضاء ولكن لا نمتلك عدالة ونمتلك مؤسسات قضائية ولكن لا نملك قانون ولا نملك مؤسسات فعلية مستقلة وشفافة ونزهة تمارس دورها وتمارس مهامها الدستورية بصفة مستقلة وبصفة عادلة وبصفتها سلطة سلطة قضائية لديها تأثيرها ولديها دورها في الدولة الجزائرية أنا قلت لكم باختصار إذا كان هذا هو الملف الذي حكم عليه توفيق جماعة في فيفري وسبتمبر فهي مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة وإذا كان أن هذا هو هذا ليس الملف الذي حكم من قبل فهي مهزلة أيضا وفي الحالتين ما يحدث من طرف المحكمة العسكرية البوليدا هي مهزلة لا تقولي أنه تشكيلة القضاة كانت من قبل الأخرى وتغيرت ولا تقولي أنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كالقايد صالح وتبدل صار شنقريحة كلها تدل حتى إن كانت العملية كلها كانت بأوامر من القايد صالح والآن صارت بأوامر من شنقريحة ففي هذه الحالة يجعل القضاء محل شبهات ومحل تساؤلات كثيرة سيأتي اليوم الذي سنتحدث ما زال الكثير في هذا الموضوع وهناك الكثير من الجوانب التي يجب أن نتحدث فيها إذا إن شاء الله نلقاكم في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة